ترجمة نانسي قنقر شكر وتغدير جميع من سوبي وزارة البلديات وشؤون الزراعة والثروة البحرية وعلى رأسهم المهندس والمبارك إلى سيدي المغام السامي سيدي الملك المعظم على افتتاح النسخة السادسة لمعرض الانتاج الحيواني والزراعي بنسخة السادسة وهو معرض مراعي ما في شك طبعا أن اليوم احنا في آخر يوم شاهدنا اقبال كبير من اليوم الأول اللي هو كان يوم الخميس ويوم الجمعة وكان حضور عدد كبير من مراجع محاضرين وزارين لمعرض مراعي بسبب التنوع اللي حرصت أن نضيفه في هذه النسخة هذه النسخة تميزت عن النسخة السابقة على أن تكون هناك رسالة نترجم فيها برنامج الحكومة اللي هو الملف العمن الغذائي إضافة إلى أن تكون الانصر الانتاج الحيواني عنصر أساسي وأيضا العنصر الزراعي أيضا تم إضافته كما أيضا حرص النظيف للثروة البحرية أيضا تضاف هذه النسخة لم نقفل باب أن يكون هناك رسالة علامية ورسالة توجهية وتوعوية وعلمية أيضا فأضافنا هناك ورش علمية تم تعاقده مع جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وهناك محاضرات للمختصين والمهتمين في جانب الانتاج الحيواني ما ما يشد لأن نجاح هذا المعرض الإقبال الكبير للمنقطع على جميع اللوحات التي تمت وضحها في أرض المعرض وحرصنا على أن يكون هناك رسائل ما بعد أي لوحة هناك المسرحيات وهناك الهداف التي هي الرسائل التي من خلال المسرحيات للأطفال والناشئة أن يهتمون بالحيوان والنتاج الحيواني أيضا حرصنا أن يكون هناك جميع القطاعات التي متمثلة في الطيور وطيور الزينة، الصغور، الببغوات، الحيوانات الماشية بكافة أنواحها، الخيول حضر المعرض بعدد كبير من الطيور النادرة أمانة طيب دكتور إلى أي مدى تعتقد المعرض حق الأهداف المرجوة منه خاصة في مجال خطة الأمن الغذائي؟ ما مثل ما أشرت لك ملف الأمن الغذائي هو على جدوى العمال برنامج الحكومة فبالتالي حرصنا أن يكون هناك مخرجات هذا المعرض أن تكون تعكس اهتمام الحكومة في مجال الأمن الغذائي فهناك رسائل تم توجيهها وهناك عروض تم وضحة في معرض مراعي إلى الشركات الداعمة لملف الأمن الغذائي بما يتعلق بالمنتج المحلي من دواجن لحوم ودواجن بياض وأيضا الأسماك المتاح من ثروات طبيعية متوفرة في مملكة البحرين كذلك مثل ما أشرت لك أن هناك قطاع الزراعي حضر بدورها أيضا في وضع التعريف الزوار في ما يتعلق في استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية وهي النقلة النوعية المتميزة فيها ما في شك أن التحدي كبير بالنسبة لملف الأمن الغذائي على حسب كل دولة وطبيعتها إنما الحكومة حرصت أن تذل الجميع وما يمكن التدليله بالنسبة لتحقيق ملف الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي ما في شك أن هناك شركاء في هذا الملف جميع الوزارات المعنية ووزارة الصناعة والتجارة وقرفة تجارة البحرين وهم أيضا مساهمين وحاضرين في برنامج ملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين أسوأ في وزارة البلديات والزراعة والثروة البحرية نستند على المستورد ونستند على المنتج المحلي ما في دولة تعتمد على المنتج المحلي فهناك هناك سلسلة غذائية ونستورد من الخارج وفي مواد تنتج في البحرين وهناك متاح من بعض الموارد ضاحة في البحرين وبالتالي ننتج ما يمكن إنتاجها ورفعنا قدرتنا الإنتاجية من البيض بالنسبة كبيرة وصلنا إلى حوالي 45% وأيضا بالنسبة للحوم الدواجن أيضا تم رفعها وهناك مشروع قادم إن شاء الله سيكون يظهر على الساحة في الغريب العاجل بنوصل إلى الاكتفاء ذات ما يوصل حوالي 60% إلى 70% وهو إنجاز للمملكة البحرين في أن تحصل على الاكتفاء ذات من 60% إلى 70% نعم دكتور خالد اسمح لنا أن نختتم هذا الحديث بالحديث عن مخرجات هذا المعرض أو مخرجات هذه النسخة تحديدة من معرض مراعي واضح من التغرير الذي تعرضته أن مخرجاته كانت هناك الرسالة وصلت والارتياح الكثير من المراجعين والزوار هذا المعرض واضح من الأطفال أن تغبلوا هذه الرسالة تعرفوا على المنتج البحريني من الحيوانات والطيور والخيل وأيضا مثل ما ذكرت المساهمات التي حرصنا أن نضع هناك لوحات تراثية تعرض إلى جمهور المعرض تعبر عن العمق التاريخي لمملكة البحرين واهتمامه في كل ما يتعلق بالمنتج الزراعي والحيواني من خلال لوحة الاحنينية بالتعاون مع الحرس الملكي والشكر بالتغرير لأسموه الشيخ ناصر محمد رئيس الحرس الملكي في تذليل جميع الصعاب في ما يتعلق في هذه اللوحات وحرصنا أيضا أن نضيف بعض اللوحات الخاصة بالخيل وهي نظمة فرق أوروبية أيضا لتعريف الجمهور البحريني بأمكانيات وعملية ترويض الجياد فمخرجاتها أنا أعتقد ناجحة والدليل على أنه كان لغبال كبير وأنا لقاء إلى الستيديو وخبروني أنه أيضا اليوم عندنا زدحام شديد يعني اللي يلحق حاول يستطيع التواجد للمعرض لأنه بنستمر في نهاية اليوم إلى الساعة التاسعة وكررنا عرض الخيل الأوروبية بناء على توجيهة بغبات الجمهور البحريني فبدأ العرضين عملنا ثلاثة عروض وهو هدية إلى جمهور البحرين وين يستحقون هذه الهدية نعم الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة شكرا جزيلا لك شكرا لكم على هذه الاستضافة شكرا دكتور شكرا لكم على المشاهدة